صادر عن القوات المسلحة اليمنية بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت سفينة بوربيل فورتشين الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة فيما العملية الثانية استهدفت من خلالها عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بسبع وثلاثين طائرة مسيرة وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تحيي القوات المسلحة اليمنية كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم على خروجهم المليوني في العاصمة صنعاء وفي المحافظات والمديريات تأكيدا على الموقف الثابت الداعم للشعب الفلسطيني إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة صنعاء الثامن والعشرين من شعبان الف أربعمائة وخمسة واربعين للهجرة الموافق للتاسع من مارس الفين وأربع وعشرين صادر عن القوات المسلحة اليمنية اشتركوا في القناة